بداية إزاي أعتني بشعري العناية اليومية؟ يمكن إحنا أحيانا في بداية موسم الشتاء وزاي الصيف برضو إحنا طالعين من صيف بقى ونزلنا بسين والمية والشمس والبحر وكل ده بالتأكيد أثر على الشعر ونيجي بقى للبرد الجامد برضو بيأثر على الشعر إزاي أعتني عناية يومية بشعري؟ طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا زي ما حاببتك لقلتي وعلقتي ان احنا خارجين من فصل الصيف خارجين من شمس حركة للتathan لحالي الماء والملح والكلام ده كله طبعا كل الكلام ده طبعا يؤثر على شعر تأثير عالي جدا إحنا هنبتدي بقى فصل الشتاء أو الحاجات الي هنعملها فصل الشتاء أن احنا هنهتم بشعرنا اللي اهتمام بشعرنا. أن احنا مش هنهتم بشعرنا أن احنا نعملو حماماة كريم أو نقصوه او الكلام ده كله بس لأ لازم نعمله حاجة علاجية ان احنا نأثر بها على الشعر علاجيا وبعد كده نقدر نعتني به ازاي زي ما نعمل البروتين للشعر زي ما نعمل حاليا علاجية للشعر زي البروتين طبعا بيأثر تأثير كبير الفترة دي كلها بتاعت الصيف اللي احنا بنبتدي نهلة شعرنا في الميا والحر والكلام ده كله هو سيف بيأثر بالسلبة على الشعر اكتر من الشتاء؟ طبعا الشمس الشديدة مع الميا الملحة مع البول كله ده بيأثر تأثير عليه جدا اولا بينزل كل الحاجات الاساسية في الشعر الفيتامين اللي هي اساسها البروتين طبعا بيقل النسبة بتاعته مع استعمال الشمبوهات والكريمات اللي احنا بنحطها في فصل الصيف او المصدر كل يوم غسيل كمان لو بننزل كل يوم البحر مثلا او في مصر انت كل يوم بتغسل شعركو انت في مصر غير بلس الميا الملحة طبعا كله ده بيأثر على شعر تأثير سلبي جدا احنا مش بنقصر عليه وبس احنا بنهلطه هتلاقي السقوط بتاعه سقوط بيبقى زيادة شوية عن الطبيعي بتلاقي الشعر ناشف جدا بيبقى صعب التسليط معاه حتى لو فيه حمام كريم بيبقى صعب شوية وبعض السيدات بتستعمل الكونديشنر وده مش مش كويس للشعر اه البلسم اه لازم يتشطف شطفة كويسة جدا عشان تنزل طول الكونديشنر طب بديلي البلسم هو حمام الكريم افضل حاجة اللي هو المصد للشعر حتى لو مش هطفتهوش قوي مفيش مشكلة زي ما قلنا لازم نعمل حاجات علاجية للشعر زي يعني زي البروتين البروتين معظم الناس طبعا بتبقى متخوفة من موضوع البروتين هو البروتين حاجتين مثلا يعني فيه بروتين لفرد الشعر وبروتين علاجي ولا هو 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 البروتين فيه منه تريتمنت بس وفيه منه علاج وفرد للشعر هو نسبة البروتين لما بتزيد في الشعر الشعر بياخد شكل الهلسي بيبقى مستريح جدا تمام زي بالضبط زي الرملاء اللي أنا بقول لها بالضبط بدي استريح الشعر بيبقى قهدى مش هايش مش متأصف بتلاقي الشعرية وقد وضعها الطبيعي الاساسي بتاعها عشان انت دووقتي نسبة البروتين في الشعر نسبة البروتين دي بتبقى أساسية في الشعر انت لما بتقلليها بتلاقي الشعر هايش مش في وضعه تحس ان هم زي سوري في الكلمة زي شايد كده مش مش اه شايد حس ان الشعرية هيشة وشايدة هايشة فده طبعا غلط فده طبعا نسبة البروتين قلت فيه بنسبة بي رجيب زي ما احنا عارفين ان احنا طلعين من فصل الصيف فالموضوع متأثر بالشعر جيب تاني حاليا المفروض احنا اللي ببنعمل البروتين بنعرف بقى قلنا نعتني بي بقى نعرف ازاي نغسله ليه اوقات في الغسيل بنغسله كم مرة في الاسبوع بنعتني بي بالنسبة لتريتمنت القص اللي هو طلعه اربع خمس شهور بنبتدي نقص الأطراف كل ده كل ده لازم احنا نهتم بيه طب بما ان حضرتك ذكرت حتة او جزئية غسيل الشعر هو الاصح ان الانسان يغسل شعره كم مرة في الاسبوع مرة واحدة في الاسبوع صفشتة؟ طبعا ممكن ما اتسمون مرتين في الاسبوع اللي هو طلعه اربعة ايام مرة طب والفير مثلا المكوى او التعرض ممكن نستعملها كل اسبوع كل اسبوع بس المشكلة نفسها ان ازاي مين اللي يستعملها وازاي يستعمل ما انا ممكن استعمل حرارة عالية قوي للشعرية فاقصفها في خلال اسبوعين ثلاثة الشعرية دي شيطة مني وده غلط طبعا لكن لا المفروض ان انا لما استعمل السيشوار والبيبليس استعملوا بطريقة صحية درجة الحرارة تبقى درجة معينة ما يبقى اسيع الشعرية لدرجة ان انا اقصفها او تتحرق مني لحد كم مسلا درجة ميتين مسلا ولا لا 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 مية واربين طويس انا مية واربين ومية وعشرين ده بالنسبة للبيبليس